السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم هو حديث عن الواقع ومثلاثة 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 الإخلاس وإحضار النية عن أبي هريره عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم أبو هريره May Allah be pleased with him narrated The Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم said Allah does not look at your figures nor at your attire but He looks at your heart and accomplishments narrated by a Muslim Lessons learned from this hadith is 1. Our physical appearance is not important to Allah سبحانه وتعالى 2. What's important to Allah سبحانه وتعالى is in our hearts and what did we do? May Allah سبحانه وتعالى guide us to be the best Muslims with a beautiful heart and good deeds إن شاء الله Next time when we see someone we do not judge them by how they look جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فَبِلَّهِ كَمْ تَسْتَطِبُ الْقُّوَرِ وَيَبْرَأُ جُرْحُ الْكَسِيرِ الْجَارِيحِ تَسْتَطِبَ فَبِلَّ بِيَا